طريقة توثيق قناة اليوتيوب 2024 معنى توثيق قناة اليوتيوب يعني ظهور علامة الصح جنب اسم قناتك على اليوتيوب ما هي شروط توثيق قناة اليوتيوب وكيفية توثيق قناة اليوتيوب كل التفاصيل تابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل مجمعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب قناتنا مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الانترنت واشروحات برامج ومنتاج واشروحات لكل ما يخص السوشيال ميديا في الفيديو ده بنتعرف على ما هي الشروط المطلوبة لتوثيق قناة اليوتيوب وكيفية توثيق القناة وكمان تقدر ان انت توثق قناتك على اليوتيوب بغض النظر عن عدد المشتركين في قناتك تابع معايا التفاصيل زي ما انتم شايفين كده دلوقتي على الشاشة كلمات العلم والتكنولوجيا وجنبها كده علامة صح الاشارة دي هي دي توثيق القناة طبعا في نموذج انت المفترض من خلاله بتبدأ ان انت تطلب من اليوتيوب ان هو يوثق قناتك طيب خلينا نتعرف على بعض التفاصيل شارات اثبات ملكية القنوات علشان اليوتيوب يبدأ ان هو يقبل بتوثيق قناتك وتظهر علامة الصح جنب اسم قناتك على اليوتيوب لان نؤكد ملكية القنوات التي تحاول انتحال هوية صانع محتوى اخر او علامة تجارية اخرى ما ينفعش ان انت تكون بتنتحل شخصية اخرى وتبدأ ان انت تطلب من اليوتيوب ان هو يعمل لك توثيق لقناتك لا يعني توثيق القناة ان اليوتيوب هيبدأ ان هو يديك جايزة او ان هو يعمل توصية لقناتك على اليوتيوب لو تم توثيق قناتك مثلا العلم والتكنولوجيا وعلامة الصح ظهرت جنب اسم قناتك علامة الصح دي بتروح اليوتيوب بيبدأ يلغيها لو انت قمت بتغيير اسم قناتك التوثيق ده بيجي على الاسم القناة وبالتالي انت لو غيرت اسم قناتك بتحتاج ان انت تعمل طلب اخر لليوتيوب ان هو يوثق قناتك بالاسم الجديد لو انت غيرت اسم المعرف ما فيش مشكلة لكن اسم قناتك لأ واليوتيوب بيقولك ان هو ممكن يعمل ازالة لاشارة التوثيق او يغلق قناتك لو وجدوا انها مخالفة لارشادات المنتدى في اليوتيوب ما هي اهلية القنوات للحصول على اشارة اثبات الملكية علشان لما ترسل قناتك ليتم توثيقها تكون قناتك فعلا محقق الشروط انا وثقت القناة بتاعتي الحمد لله في خلال ساعة واحدة فقط وظهرت علامة الصح جنب اسم قناتي في ساعة واحدة فقط لكي تكون قناتك مؤهلة لتقديم طلب اثبات الملكية اللي هو توثيق القناة يجب ان تحصد قناتك على 100 الف مشترك دي الحالة العادية ولكن تقدر ان انت توثق قناتك وانت ما عندكش 100 المشترك ولكن في حالة واحدة وهو ان انت تكون اصلا مشهور على منصات اخرى يعني شخصية مشهورة على المنصات الاخرى بيقولك قناتك يجب ان تعكس هوية حقيقية وان تكون مكتملة لازم قناتك تكون علانية لازم يكون فيه عندك بانر او غلاف لازم يكون فيه سورة اللي هو صورة الل preferences لازم يكون في وصف القناتك وطبعا قناتك تكون نشطة وبترفع عليها فيديوهات انا بجيب لك ملخص الكلام ده طبعا احنا لا ننكر ان علامة التوثيق او اثبات ملكية القناة بعلامة الصح فدية بتعطي انطباح كويس وثقة للمشاهد اللي بيشوف قناتك فمنشئ المحتوى ايا كان المحتوى الذي يقدمه على ليتيوب لما يكون في علامة صح فده شيء كويس جدا جدا طيب انا مش عارف ان انا وفق القناة يعني قناتي لسه لم تكتمل الشروط وانا لست شخصية مشهورة على المنصات الاخرى وعايز اميز قناتي هوضح لك الكلام ده بعد ان احنا نوضح النموذج المطلوب لاثبات ملكية القناة قناتك خلاص الحمد لله حققت الشروط اللي هي المئة الف مشترك اول ان انت شخصية مشهورة على المنصات الاخرى بعد ما بتفتح النموذج اللي انا سيبه لك في الوصف بتبدأ ان انت هنا تكتب اسم قناتك طيب اجيب اسم قناتي منين ابدأ ان انا كده ادخل كده على قناتي وابدأ ان انا اخد كده الاسم نسخ وابدأ ان انا ادخل هنا وابدأ ان انا احطه هنا يبقى انا كده حطيت اسم قناتي اللي هو هيجي عليه علامة التوثيق بعد كده المطلوب الثاني وهو معرف القناة طبعا احنا قبل كده شرحنا في فيديو اللي هو كيف تحصل على معرف القناة لقناتك لان مهم جدا ان انت تكتبه عندك او تحفظه عندك على الموبايل علشان لقدر الله لو قناتك اتهكرت بتحتاج معرف القناة بس بلكم الفيديو ده في وصف هذا الفيديو بتبدأ ان انت تدخل هنا كده من خلال بيقولك اذا لم تكن على علم بمعرف قناتك يمكنك العثور عليه من هنا بتبدأ تضغط على كلمة هنا بتبدأ ان انت تجيب معرف القناة واتدخله في المستطيل ده اضغط كده على هنا بيبدأ ان هو ينقلك للصفحة اللي قدامك دي معرف المستخدم بعد كده معرف القناة بتبدأ ان انت تاخد معرف القناة كده نسخ بعد كده بتبدأ ان انت تدخله هنا يبقى كده حطينا اسم القناة ومعرف القناة بعد كده بتنزل لتحته وبتضغط على ارسال الطلب بعد ما ترسل الطلب بتلاقي مكتوب قدامك كده تم ارسال رسالتك الالكترونية وبيبدأ ان هو يرسلك ايميل بيكتبلك فيه كده ان خلاص انت قمت بارسال طلب لاثبات ملكية قناتك يعني توسيق قناتك زي ما انتم شايفين كده فورا تم ارسال ايميل لينا بان احنا قدمنا طلب لاثبات ملكية قناتنا لو انت فتحت الايميل اللي هو بيصلك بيقولك شكرا على تقدمك بطلب لاثبات ملكية قناتك على اليوتيوب بعد مراجعة طلبك سنتواصل معك لاعلامك بالقرار وطبعا بيقولك ان الموضوع ده ممكن ان هو يأخذ وقت للمراجعة زي ما انتم شايفين كده احنا لما ارسلنا طلب توثيق القناة كان يوم الاثنين تمانية يوليو تمانية سبعة الساعة ستة وتسعة دقايق مساء وجاءنا الرد من اليوتيوب يوم الاثنين برضو تمانية سبعة تمانية يوليو في نفس اليوم الساعة سبعة واثناشر دقيقة يعني تقريبا بعد ساعة واحدة من تقديم الطلب قالك اثناء مراجعة طلبك لقد اثبتنا ملكية قناتك على اليوتيوب بنجاح اقبالكم جميعا طيب خلينا نوضح حاجة اخيرة اثبات ملكية القناة او توثيق القناة يعني حاجة كويسة بالنسبة لمنشئ المحتوى ان المشاهد يشوف قناته كده عليها علامة الصح كويس جدا طيب قناتك لسه صغيرة مش عارف توثقها وانت مش شخصية مشهورة يعني انت لست شخصية مشهورة على المنصات الاخرى بيقولك تمييز قناتك عن غيرها بدون اثبات ملكيتها اذا لم تكن قناتك تملك اشارة اثبات الملكية تقدر ان انت تمييزها عن القنوات الاخرى بدون اشارة اللي هي الصح دي بيقولك استخدم اسما فريدا لقناتك وطبعا يكون عندك اسم معرف برضو القناتك اسم قناتك مهم جدا جدا وبيقولك كمان صورة اللوجو استخدم صورة تكون واضحة ومميزة علشان ده بيوصل للمشاهد ان دي قناة احترافية طبعا يكون عندك غلاف كده مميز ومصمم بشكل كويس المشاهد لما يدخل قناتك كده يشوف ان قناتك دي حاجة احترافية طيب حاجة اخيرة بهم جدا ممكن انت قناتك خلاص يعني كملت 100 الف مشترك وتيجي ان انت تضغط على الرابط اللي انا سايبهولك اللي هو النموذج المطلوب لاثبات ملكية القناة وما يظهرش قدامك اللي هو يقولك اكتب اسم قناتك واسم المعرف يعني يكون الشكل قدامك زي ما انت شايف كده يعني ما يجيلكش مربعات كده او مستطيلات تكتب فيها ليه؟ ده بيكون ناتج ان انت قناتك اول ما كملت 100 الف مباشرة بدأت ان انت تضغط على النموذج تضغط على الرابط علشان تقدم طلب الاثبات الملكية لازم ان انت تنتظر شوي لازم ان انت تنتظر بعض الوقت فلو انت تغطي على الرابط وظهر معك بالشكل ده كده مش معناته ان انت عندك مشكلة انتظر شوي يعني بعد ما يكون عندك 100 الف مشترك بخمس فاقية مشترك او ب1000 مشترك ابدأ ان انت ادخل واضغط على الرابط وطبعا تكون متأكد أن أنت فاتح النموذج بإيميل القناة لازم تكون مسجل دخول بإيميل القناة علشان الإحصائيات بتحتك دي اللي هو المئة ألف ومشترك تبدأ أنها تسمع في الأنظمة عند اليوتيوب بعدها مباشرة لما تضغط على الرابط هيظهر معاك زي ما أنا شرحت لك كده رابط النموذج هيكون موجود في وصف هذا الفيديو أتمنى لكم التفيق والسعادة لو أنت منشئ محتوى عندنا شروحات على القناة من أول إنشاء قناة على اليوتيوب إلى أن تستلم أرباح اليوتيوب أهم الفيديوهات بس بها لك في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو مع السلامة